شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية البرامج التدريبية للموظفين المقرر انتقالهم للعاصمة الإدارية الجديدة وخلال استعراضي تقريراً من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول هذا الشأن أكد مدبولي أن هناك تكليفات مستمرة من رئيس الجمهورية بمتابعة هذا الملف ليكون هناك جهاز حكومي على أعلى قدر من الكفاءة مشيداً بتنوع البرامج التدريبية التي يتم منحها للموظفين من جانبه أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه تم الانتهاء من تدريب 18694 موظفاً من المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية